اشتركوا في القناة واخبار اليوم فهي كالتالي يوم السبب 19 يونيو 2010 سيحتفل بطورينو باليوم العالمي للاجئين حيث ينظم بالمناسبة مؤتمر تحت عنوان لاجئين ولكن لاجئين والدعوة عامة وذلك بطورينو بمقر جروبو بيلي اونلوس كورسو تراباني 95 فلا تفوتكم هذه المناسبة التي سنطلق من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الخامسة للمشاركة يمكن الكتابة إلى العنوان الإلكتروني التالي تحتفل طورينو كعادتها بسان جوفاني من اليوم إلى غاية الخامس 24 يونيو وينظم الحادث قسم الترفيه بالمدينة وهذه السنة ستكون حافلة بالأحداث حيث هناك عروض الساحة والحفلات الموسيقية والألعاب والترفيه للأطفال والأحداث الرياضية وغيرها للمعلومات والبرنامج يمكن زيارة موقع البلدية ينطلق المهرجان الدولي للحكي الشعبي في دورته الخامسة بطورينو من اليوم إلى 20 يونيو باعتبار أن الإرتشفوي هو أقدم وسيلة من أجل الحفاظ على التقاليد إلى جانب القصص والأغاني والموسيقى والرقص والطقوس وفنون الطبخ وبالمناسبة سيشارك العديد من الفعاليات وجمعيات من إثنيات مختلفة وذلك بطورينو ببياتسا كاستيلو يوم الاثنين 28 يونيو من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء مع الدورة الجديدة التي تنظمها جمعية كليوباترا لفائدة الأجانب الراغبين في إنشاء مقاولة وذلك بطورينو بفندق إني عكا أنباشا طوري بكورسو فيتوريا ويمانويل سيكوندو 104 الدورة بدعم من جهة البيومونتي وبالتعاون مع غرفة التجارة للمعلومات يمكن الاتصال بالجمعية المنظمة على الرقم 011-19-70-35-9-1 ولا يفوتكم حضور هذا التكوين وأخيرا تمكن الباكستانيون من إنشاء موقع إسلامي للتواصل الاجتماعي لمنافسة موقع الفيسبوك ويأملون في أن يشترك فيه نحو مليار وستمائة مليون مسلم وذلك بعد غضبهم العارم من مصابقة أطلق أحد مستخدمي الفيسبوك الغربيين لرسم صور تمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرها الباكستانيون إساءة للإسلام التفاصيل على جريدة المغربية هذا كل ما لدينا اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر